موسيقى الثقافة اكسير الحياة تحت هذا الشعار انطلقت أمس فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان تويزا بمدينة طنجة المهرجان سيستضيف على خشباته عددا من الفنانين من داخل المغرب وخارجها نهيك عن ندوات ثقافية موازية تستضيف ثلثا من الأساتذة الباحثين في مجالة متعددة الحفاظ على التقليد المهرجان تويزا اللي فيه يعني في البرمجة دياله دائما كيكون واحد الجانب اللي متعلق بالندوات وبالفكر وبالحوار وكان الفقرة التانية اللي كتعلق بالموسيقى وبالفن فضلا على الفقرة اللي دابت عندها ربع سنين ديال اكتشاف المواهف في شمال المغربية اللي كانت في الأول يعني كتقتصر على الإبداع الأمازيغي وهذا العام وفتحنا المجال على الإبداع ديال في المنطقة ديال الجبالة الندوات كما شفتوا البرنامج يعني فيه نقاش هذا العام حول الثقافة في إطار علاقتها بمجموعة من محاور وكذلك في الجانب الموسيقي كينين معنا فنانين اللي غيجوا لأول مرة من كوبا من تونس كين من مغاربة العلام وكين يعني فنانين اللي من داخل المغرب هو المغارجان فيه جديد ولكن فيه كذلك كما قلت استمرار ريال تقليد اللي ركمناه منذ عشر سنين التقافة هي وسيلة لتحقيق الذات ولتحقيق الشخصية ولإبراز شخصيتنا المغربية شخصية متعددة الروافد فيها ما هو أمازيغي فيها ما عربي فيها ما عندلسي فيها ما يهودي فيها ما هو أحساني هذا هو المغرب المغرب المتنوع بحضاراته وهذا كنز كبير لكي يشكل لنا مناعة قوية ضد الحرافات ضد المس بالحياة ضد الإرهام ضد الحماق دي العباد الله يعني كذلك كما نكون الشعب منفتح منفتح على الحضارات على الآخر كنا دائما منفتحين على الآخر لأننا عندنا التقاف في أنفسنا كالشعب مغربي لعنده الهوية دياله أصيلة وقوية على مدى أربعة أيام إذن سيكون الجمهور على موعد مع وصلة غنائية متنوعة متنوعة